تقدمت الحكومة الفلسطينية باستقالتها للرئيس الفلسطيني محمود عباس وفي مستهل جلسة الحكومة قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيا انه وضع استقالة الحكومة تحت تصرف الرئيس الفلسطيني منذ اسبوع كما اشار اشتيا الى ان هذا القرار يأتي في ضوء المستجدات السياسية والامنية والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على قطاع غزة والتصعيد غير المسبوق في الدفة الغربية اود ان ابلغ المجلس الكريم وشعبنا العظيم انني وضعت استقالة الحكومة تحت تصرف السيد الرئيس وذلك يوم الثلاثاء الماضي عشرين اثنين اربع وعشرين واليوم اتقدم بها خطيا يأتي هذا القرار على ضوء المستجدات السياسية والامنية والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على اهلنا في غزة والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية ومدينة القدس وما يواجهه شعبنا وقضيتنا الفلسطينية ونظامنا السياسي من هجمة شرسة وغير مسبوقة ومن ابادة جماعية ومحاولات التهجير القصري والتجويع في غزة وتكثيف الاستيطان وارهاب المستعمرين واجتياحات متكررة في القدس والضفة للمخيمات والقرى والمدن واعادة احتلالها اشتركوا في القناة